خفايا وكواليس خفايا رد مصدر نيابي في قوى الثامن من أذار على كلام القوات اللبنانية عن حساب نتائج 14 عزيران بالقول أن الأرقام لا تحتاج إلى اجتهاد وتحليل فنتائج 14 أذار كمجموع مع التيار الوطني الحر ومع التغييريين بلغت 59 صوتا ومجموع 8 أذار وحدها دون التيار 51 صوتا بينما في نتائج انتخابات 2009 كانت 14 أذار من دون التيار 71 صوتا وكانت 8 أذار مع التيار 57 صوتا كواليس قال مرجع نيابي أن الحديث كثير حول اتهام الثنائي حركة أمل وحزب الله بالسعي لفرض رئيس على اللبنانيين لكن الحقيقة هي أن المشروع الوحيد لفرض رئيس على اللبنانيين كان ما كان مخططا لجلسة 14 زيران حيث لو تمكن تقاطع أزعور من نيل 65 صوتا في دورة يحتاج الفوز فيها إلى 86 صوتا كنا سوف نشهد اعتصاما في القاعة للهيئة قاعة الهيئة العامة في المجلس النيابي لفرضه رئيسا بقوة التهديد الداخلي والتدخل الخارجي قاعة الهيئة العامة في المجلس النيابي